السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده نتكلم على السحاب الموجود او السكاي الموجود. طبعا انت تقدر تختار الوقت. تخلي السبحة وبالليل من السنهاي بالشكل دوت. تقدر تحكم في السون بريتنس. زي من تسعيف. الكيمية السحاب تقدر تزودها. وتقدر تقللها. وتقدر تحكم فيه اتجاه الشمس. عندي هنا ريال سكاي. يقول له ريال سكاي فبقفلك دولي. وبيبدأ يتحكم من هنا. تختار سكاي من دولي. هو بيبدأ يشوف انت عايز اعدادات ويبدأ يحطها. دي صورة حقيقة. يعني خلينا نختار مثلا كلها وده لي. ده بالشكل دوت. يبدأ يحطولك السحاب اللي هما صوروه. فهو بشكل دوت. طيب هل في ممكن ان احنا نغير برضو. خلقنا الغذية. ممكن اجي هنا. سواء في الفوتو او في الموفي. بس انا نفضل للموفي. واجي هنا. واقل له ريكورد. وبتبدأ بعد تاخد اللقطة تقدر تضبط الهريزونتال اي ليفل. سيت اي ليفل. بس انا عايز اشوف السماء اكتر. هبدأ اخد لقطة. وخشي لقطة كمان. وخلي هنا مسلا سانيتين. بدل اربعة ثماني. واقل له اوكي. تقدر تكون مغير القامرة بحيس تبقى في حرقة انا مش محتاجة الحرقة دلوقتي. هاجي هنا اقول له ال افكت. واجه هنا عند سكاي. وابدأ اقول له ريال سكاي. جاب لي ريال سكاي. هتلاقي نفس الصور اللي موجودة هناك. بس الميزة الحلوة بقى ان انت تقدر تتحكم في الهيدنج بتاعتها. تقدر تتحكم في البريتنس. يعني خلينا انا لقي البريتنس هتلاقي الدنيا بقى يتغمق شوية. طب فتحها. هنزبطها. افر اول بريتنس بيبقى على الصورة كلها. تقدر تعكس السماء. بالشكل ده. طيب خلينا نلغي دوت. او خلينا بنلغوش ونشوف اللي يحصل. لو انا ضفت افكت تاني زي سكاي اند كلاوت. تمام? واحد فيهم لازم يتلغي. يعني هو لغى لدوت. طب خليني الغي دوت. وده يشتغل. ايقول لي البوزيشن. تقدر تعدل البوزيشن. كلاوت سبيد. تزود سرعة بتاعت الكلاوت. مستر كلاوت تقدر تزوده بالشكل دوت. طيب انا عايز اخلي فيه تغير في اللقطة اللي هناخدها. اخليني اجي هنا في الاول خالص. والمستر كلاوت ام ماونت. هقول له كريات كيفريم. وبعد كده هاجي هنا في النص. وهاجي هنا هقول له كريات كيفريم. وهقلل الكلاوت. وبعد كده هاجي في الاخر الخالص. وبقول له اعمل لي مصدر كلاوت ام ماونت. وزود الكلاوت. وقل له شغل. فهتلاقي في الاول السحاب قليل. ولما يجي هنا يفتر. وبعد كده يقلل تاني. فانت بتقدر تحكم فيها. هنا تقدر تقول له وريني. كلاوت كان هنا كثير. تمام. طب في النص. كنا عاملينه اولاري خالص. ممكن نقول له في الاخر بكتير. تمام. طب ممكن تقول له اللو كلاوت اللي هي صحاب القريب اهوات. والهاي كلاوت اللي هي الحاجات اللي بعيدة فوق. دي برضو ممكن نعمل لها. نقول له مثلا اهاتل هنا في الاول خالص. اعمل لها كيفريم. ولو جينا هنا. انا اعمل لها كيفريم تاني. نبدأ نغير فيها. زي ما انا عايزين. ولو ما يجي هنا في الاخر. نبدأ نتحكم برضو في هاي الكلاوت. نبدأ نزوده بشكل دوت. فلما تجي تتفرج على الحاجة. يبدأ الكلاوت دي يزور معك في الفيديو بتاعك. طيب هتلاقي عندك بقى وردو البريتنس. ده الاتجاه اللي بمشي فيه الريح. فيه كلاوت سوفتنس. يعني الحواف هتبقى الموجودة للصحاب ولا هتبقى نعمة. السكاي بريتنس. الكلاوت بريسيت. هتلاقي بريتنس لي اللوحة كلها. مشاكلة. طيب ممكن نبص كده فيه مثلا عندك ايه تاني. ممكن تقوله مثلا الامر او الوريزونة الكلاوت. تمام. تقدر تحكم في الحاجة فيه التيب. نقدر نلغي يعني لو في واحد من مشغلة تقدر تلغيها. تمام? تقدر تيجي هنا وتقدر تشوف البوليوم كلاوت. ممكن نلغي الاثنين دول اللي عملوهم تسيبه لعشان تأثير بتاع دايه يظهر اكتر. تقدر تطلعه تنزل. الحجم بتاع الكلاوت. اللي ارتفاع بتاعه. البوزيشن. زي ما تشوف بنا يبدأ نحركه زي ما احنا عايزين السرعة بتاعته. البريتنس وهكذا. فدي اهم من الحاجات اللي موجودة في السكاي. زي ما تشوف عناصر غنية جدا تخليك تخلي سحب حية في الفيديو.